بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معكم الدكتور أحمد العتوم وفي هذا الفيديو رح نشوف كيف نعمل إكستراكت لمعلومات مخفية في ملف باستخدام تقنية الاستيغانوغرافي رح نستخلص هذه المعلومات التي تم إخباها في ملف والملف هو عبارة عن صورة جي بي جي الفيديو بيجاوب على التحدي رقم 2 المنشور على صفحتي على الفيسبوك قمت بإرسال رسالة إلى أعزائي المتابعين وحملتها على صورة الشخصية وحاولت أعمل بروتكشن للمعلومات الموجودة على الصورة باستخدام باس فريز أو كلمة سر مكونة من الأرقام 1, 2, 3, 4 استخدمت كلمة سر رح نشوف كيف نعرفها مع بعض مكونة في حدها الأقصى من أربعة أرقام ممكن أكون استخدمت أربعة 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 أو واحد اثنين ثلاث أو اثنين أو ثلاث اثنين واحد ثلاث رح نشوف مع بعض إيش كلمة سر اللي استخدمتها إذا بتشوفوا الرسالة اللي بدي أرسلها للمتابعين حملتها على صورة الشخصية وهذه الصورة الشخصية موجودة أمامكم صورة الشخصية اللي حملتها أصلاً رزليوش انتاحها قليل وحملت عليها الرسالة فعشان هي طلعت الصورة باهته فإذا بدك أنت رسالتك تصل للجهة اللي بدك إياها بدون ما أحد يكتشفها حاول تستخدم صورة بريزليوشن عالي وتحاول تقلل من نص الرسالة اللي بدك توديها بحيث إنها تكون as short as possible فخلينا نشوف مع بعض هل تقبلون هذا التحدي؟ نعم نقبل هذا التحدي وخلينا نحلوا مع بعض خطوة خطوة بالدرجة الأولى بدي أحاول أخذ copy من هاي الرسالة بعمل عليها right click وأعمل save image as وبدي أحطها على جهازي على desktop داخل فولدر اسمه swl وبدي أسميها mypic والصورة هي من نوع gpg فبخليها بالdefault type إذا بروح للفولدر هاي الصورة اللي نزلتها من الفيسبوك زي ما أنتوا شايفين ومفروض أنه النص موجود على هاي الصورة أنا الآن على kaly linux وموجود في نفس الفولدر اللي حطيت فيه الصورة الصورة اسمها mypic.gpg مشان أعمل extract للمعلومات اللي موجودة داخل الصورة بدي أستخدم tool موجود على kaly linux اسمها stiga hide والstiga hide بإمكاننا نعمل embedding نخبي معلومة على صورة وراح تكون هاي موضوعنا كيف نخبي معلومة على صورة في فيديو لاحق إن شاء الله وممكن نعمل extract لمعلومات موجودة على صورة باستخدام extract option stiga hide extract الاستيغانيغرافي فايل اسمها mypic.gpg وبدي أطلع الملف الاستيغانيغرافي فايل على ملف اسمه my.text يعني بدي أستخدم الاستيغانيغرافي فايل على الأمر استيغانيغرافي فايل والاستيغانيغرافي فايل الملف اللي مخفية فيه المعلومات اسمه mypic.gpg وهذا الملف اللي جبته أنا أصلا من الفيسبوك وبدي المعلومات تطلع وين الاستيغانيغرافي فايل تطلع على ملف او الاكستراكتد فال يطلع على ملف اسمه my.text ونحاول نعمل enter تلاحظوا انه بده password انا الباسويرد ما بعرفها خلينا ادخل password عشوائية بتلاحظوا انه could not extract any data with that passphrase الباسفريز اللي دخلتها غلط فبلزمني الان اعمل cracking للباسفريز احاول اعرف ايش الباسفريز الهنس اللي موجوده على موقعي واللي قالت لي انه الباسويرد مكون من ارقام 1 2 3 4 والحد الاعلى اربع ارقام خليني استفيد منها في عمل cracking الآن بدي احاول اعمل wordless قائمة بكل الباسويرد الممكن تشكيلها من الارقام 1 2 3 4 بستخدم crunch command بدي اقل طول للباسويرد واحد واعلى طول اربعة وبدي اشكلها من الارقام 1 2 3 4 وبدي اطلع password wordless في ملف اسمه bw.text اذا بتلاحظوا ال bw.text تم تخليقه هون موجود واذا بنحاول نطبعه bw.text بتشوفوا انه كل الباسويرد الممكن تشكيلها من الارقام واحد اثنين ثلاث اربعة تم تخليقها على هاي القائمة بلش في password واحد اثنين ثلاث اربعة بعدين واحد 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 اثنين لغاية بالاخير لغاية لما وصل لاخر احتمال ممكن استخدامه اللي هو اربع اربعات طبعا احنا بنخلق wordless حسب الهنس اللي كانت منشورة في التحدي بس لو ما عندنا هنس ممكن نستخدم dictionary wordless من الدكشنرز اللي موجودة اصلا واللي بتيجي مع kaly linux حاولوا تشوفوا ايش الدكشنرز اللي بتيجي مع kaly linux كhomework اضافية بالنسبة لكم مشان تستخدموها لاغراب الكراكينج password طيب الآن كيف نعمل الكراكينج للباسويرد اللي موجودة على mybic.jpg نعمل stiga cracker اسم الصورة كان mybic.jpg وبدي أستخدم الويردلست الموجودة بالpw.txt وبعمل انتر اوه ما شاء الله اذا بتشوفوا انه الستيجا كراكينج كان قادر على انه يعمل كراكينج للباسويرد وطلع للباسويرد اللي تم استخدامها مسبقا اثناء اخفاءنا للمعلومات على mybic.jpg والباسويرد هي 1431 طيب بعد ما عرفنا الباسويرد 1431 الآن بنرجع للستيجا هايت ونعمل extract للinformation استيجا هايت استيجا نغرافي فايل اسمه mybic.jpg وبدي الاوتووت زي ما حكينا مسبقا يطلع على ملف اسمه my.text بده الباسويرد الباسويرد بنعرفها اللي هي 1431 1431 ولا تنسوا انه الاوتووت مفروض يطلع على ملف اسمه my.text اوه بيحكي لي انه خلق الملف my.text والمعلومات الموجودة داخل الصورة has been written لهذا الملف تم كتابتها على هذا الملف نشوف فعلا الملف my.text تم تخليقه نعم هاي my.text نشوف ايش يحتوي my.text هل يحتوي على الرسالة اللي بعثت لأعزائي المتابعين اوه ما شاء الله الرسالة اللي بعثت لأعزائي المتابعين بتقول انه دكتور عتوم loves his followers انا بحبكم جميعا بتمنى لكم التوفيق بتأمل تكون استفدتم من هذا الفيديو نقول آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة